اهلا بكم من جديد هدد قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري باستهداف القوات الامريكية في المنطقة في حال تصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة ارهابية مشددا على رفض طهران التفاوض بشأن اي من القضايا الاقليمية يأتي ذلك في وقت رجحت مصادر امريكية ان يشدد الرئيس دونالد ترامب خلال ايام من العقوبات على ايران بما فيها تصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية ترقب اعلان الرئيس الامريكي استراتيجيته الجديدة للتعاطي مع طهران استبقه قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري بتصريحات نارية تصريحات هدد فيها باستهداف الجيش الامريكي ووضعه في نفس المستوى مع داعش في حال ادراج الادارة الامريكية الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب وطلب واشنطن بنقل قواعدها العسكرية الى مسافة الفي كيلومتر لمدى الصواريخ الايرانية اذا نفذت قانون الحضر على طهران مع رفض التفاوض حول اي قضية اقليمية واعتبر جعفري انه في حال قررت واشنطن الغاء الاتفاق النووي فان الحرس الثورية سيستغل هذه الفرصة للقيام بقفزة في برامجه الصاروخية تهديدات تأتي بعدما نقلت صحيفة فينانشل تايمز عن مسؤول رفيع في ادارة دونالد ترامب ان الاخير يعتزم الاعلان عن اجراءات جديدة متشددة ضد ايران على رأسها ادراج الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب واضف المسؤول الذي حضر الاجتماع الخاص بطهران في البيت الابيض انه من المتوقع ايفرد ترامب عقوبات جديدة ضد طهران منها اقتصادية تطال شخصيات ايرانية بارزة مع اعتماد سياسة اكثر حزما تجاه وكل ايران في سوريا والعراق واليمن تسريبات سيتبين مدى صحتها في الخامس عشر من اكتوبر التاريخ المتوقع لاعلان ترامب موقفه النهائي من مدى التزام ايران بالاتفاق النووي وفي حال اعلان الرئيس الامريكي عدم التزام طهران به فهو بذلك يضع مصير الاخير في يد الكونغرس الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار في غضون ستين يوما بشأن فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي الحديث في هذا الموضوع معنا في الاستوديو الاكاديمي والخبير في الشؤون الايرانية دكتور سلطان النعيمي ومن واشنطن مدير برنامج الامن القومي في مركز بابيرستان للسياسات بليز مشتل اهلا بكم ماذا يفيد ابدأ معك دكتور تصريحات نارية وتهديدات من قائد الحرس الثوري قبل ايام من العقوبات الامريكية على ايران ومن ضمنها الحديث عن ادراج الحرس الثوري كمنظمة ارهابية ماذا تقرأ في هذه التصريحات بسم الله الرحمن الرحيم تحييرك سيد ميشتل والجمهور الكريم يعني النقطة التي لا بد ان نضعها في الحسبان حينما تأتي تصريحات لمواجهة ادارة ترامب وما سوف تقوم بحيال النظام الايراني فاذا كانت التصريحات قادمة من الدبلوماسية ستأخذ السياق السياسي بالاضافة الى استغلال الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بالدول الاخرى لمواجهة ادارة ترامب وحينما تأتي من الحرس الثوري من مؤسسة العسكرية فانها لا بد ان تتسق مع ادوات هذه المؤسسة التصريحات القادمة من الحرس الثوري هي تصريحات تأتي في سياق ما سوف يقوم به الحرس الثوري لكن اذا وضعنا الامور في سياقها العملي وما الذي سيحدث لا يعني ذلك انه في حال ادارة ترامب فرضت عقوبات على الحرس الثوري واعتبرته منظم ارهابية اذا في اليوم الثاني سوف تطلق الصواريخ ضد هذه القواعد العسكرية هناك اجراءات سوف تتخذ هناك خطوات لا بد من وضعها في الحسبان لنضع في الاعتبار سيد فيصر هل تعتقد ان هناك من ينظر انها زوبعة في فنجان لن يكون لها اي تأثير وهي تصريحات دائما ما تطلقها قيادات ايرانية ضد المصالح الامريكية ما جدية مثل هذه التصريحات وما جدية ما سوف يقوله ما قاله ترامب وما الذي سيفعله اذا كان الادارة الامريكية الحالية والسابقة كانت تصنف والتي قبلها كذلك تصنف النظام الايراني على انه الداعم الاول للارهاب حينما تصنف انه يدعم الميليشيات الموجودة في المنطقة ولكن في نهاية المطاف لم تحدث تلك الخطوات هناك لننتظر حتى يأتي ترامب ويكون تصريحه ولكن هناك بعض المؤشرات تشير الى انه سوف يتم استخدام بعض الادوات فيما يتعلق بفرض العقوبات على الميليشيات المحيطة او الداعمة للنظام الايراني النقطة المهمة اللي اريد اشير لها هنا استاذ فيصل دارة الامريكية فرضت عقوبات واتهمت حزب الله اللبناني بانه منظمة ارهابية التطبيق العملي لهذا الامر ما الذي وجدنا هل هناك بالفعل تطبيق عمل لذلك الامر تخيل هو مجرد حزب الله ولكن كيف تأتي الى من يدعم حزب الله والحرس الثوري فحتى لو فرضى او اعتبره منظمة ارهابية اين تلك الخطوات التي ستتخذ هناك اجراءات كثيرة منها الاقتصادية وغيرها وعقوبات على الافراد التي فرضتها دارة ترامب ويطلاق الصواريخ ولكن ماذا بعد هذا الذي سوف أنه لكن الحرس الثوري لديه الادوات في حال بالفعل تضرر كبير من ذلك أن يستخدم هذه الادوات والكروت في المنطقة وهو ما دائما يتحدث عنه هذه المفاوضات لا تعني شيء وهو دائما يلقي اللوم على حسن روحاني وادارة سيد بليز أهلا بك كيف تستقبل الادارة الامريكية هذه التصريحات وبحسب حديث ضيفي هنا الدكتور سلطاني إلى أي درجة نحن بالفعل أمام عقوبات تفرض وتنعكس على انتهاكات وموارسات الحرس الثوري في المنطقة مساء الخير طبعا من السعادة أن أكون معكم هنا وأنا طبعا أقدر كثيرا ما قاله الدكتور النعيمي نعم أعتقد بأنه محق هناك أسئلة يجب أن تطرح بشأن تحركات السيد ترامب وما سيعلنه هذا الأسبوع طبعا لقد رأينا خلال العوام الخمسة الماضية بأن إيران استطاعت أن تقوم بكل ما تريده في الشرق الأوسط ولم يكن هناك أي ضغط من قبل واشنطن عليها إذن العديد مننا سينتظرون الإعلان الأسبوع المقبل ويأملون أن يكون ردا قويا وأقوى مما كان في السابق وأنا طبعا لدي أسبابي لتفاؤل ففكرة تعيين الحرس الثوري كمنظمة إرهابية هو شيء الرئيس ترامب مفوض لفعله من الكونغرس فالعقوبة الأخيرة التي فردت على إيران والتي مررها الكونغرس ضد إيران خلال الصيف قالت بأن الرئيس ترامب عليه أن يعين الحرس الثوري كمنظمة إرهابية قبل نهاية أكتوبر عليه أن يقوم بذلك هذا التفويض إذن أعتقد بأن هذا سيكون جزءا من إعلانه سيقول هذا الأسبوع المقبل وسيعتبر الحرس الثوري منظمة إرهابية ولكن السؤال هو بمدى هذه العقوبات لو أن هذه العقوبات فردت فستكون أقوى من مثلا تعيين أو الحزب الله كمنظمة إرهابية كما قال سيد نعيمي لأن الحرس الثوري الإيراني جزء من الاقتصاد الإيراني هم يملكون العديد من الشركات وهم جزء من التجارة الدولية التي تقوم بها إيران مع الروس ومع الصينيين ومع الأوروبيين إذن لو أن هذه العقوبات كانت قوية ويقال لهم لن يسمح لكم بتداول أو الاتجار مع أي شركة حتى ولو امتلكها بجزء صغير منها امتلكه الحرس الثوري فسنرى العديد من الصفقات التي تخفق التجارية وطبعا هذا سيدر بوينغ مثلا شركة الطيران لتبيع طائرات إلى شركة الخطوط الإيرانية وتكون هناك عديد كما قلت من الاتفاقات التجارية وهذا سيضر كثيرا الاقتصاد الإيراني لذلك رأينا هذا التهديد وهذه اللهجة التهديدية من الحرس الثوري وأنا أتفق طبعا مع سيد النعيمي بأننا طبعا لا أعتقد بأننا سنرى الرد من الحرس الثوري الإيراني الذي وصفوه بالتأكيد إيران طبعا استهدفت مثلا جنود الأمريكيين من قبل أثناء حرب العراق ولكنها فعلت ذلك من خلال ميليشيات تبعة لها وليس بطريقة مباشرة عن طريق الحرس الثوري وأظن بأن هذا سيبقى على حاله لو أن إيران مثلا إذا كانت تفوز في العراق وسوريا إذا لم يتغير أي شيء فإن إيران ستستطيع أن تربط طهران وبيروت بخط واحد وسيكون لديها طبعا ممر من الخليج العربي إلى البحر المتوسط وأعتقد بأن ربما الشيء الذي لا يرغب فيه الإيرانيون هو أن يواجه الأمريكيين مباشرة من خلال نزاع المسلح إذن أعتقد بأنه سيكون هناك رد ولكن سيكون من خلال ميليشيات من حزب الله وغيرها ولن يكون ردا مباشرا ولن يكون قويا كثيرا حتى يجعل الرئيس ترامب يبعث قوات هناك والجيش هناك ليحارب الحرس الثورية مباشرة تحدثت سيد بليز عن الفارق بين حزب الله والحرس الثوري الذي يدير كافة مفاصل الدولة ويمثل هو محور الاقتصاد الإيراني بهذه السيطرة على كل مفاصل الدولة أي عقوبات دكتور كما شار سيد بليز ستكون لها أثر فعلي ومباشر على تحركات الحرس الثوري خاصة لأنه مرتبط بهذا الابتصاد أود أن نستمع لرأيك يعني أستاذ يصل لو رجعنا بالتاريخ ونتعلم من ما كان يقوم به النظام الإيراني بالنسبة للعقوبات كان هناك عقوبات فرضت عقوبات أممية وتعايش معها النظام الإيراني وكان هناك التفاف على العقوبات ولكن العقوبات التي كانت مؤثرة بالفعل تلك العقوبات الأحادية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها قوتها في تأثيرها أقوى حتى من العقوبات الدولية ما الذي حصل؟ كانت الولايات المتحدة خيرت الدول ما بين التعامل مع الولايات المتحدة أو التعامل مع النظام الإيراني ففرضت عقوبات على النفط فبدأت الدول في إنقاص استيرادها من النفط وعلى التحويلات المالية فإذا كنا نتحدث هنا بحق أن الإدارة الأمريكية مجدة في مسألة فرض عقوبات قوية على الحرس الثوري إذن هذه العقوبات الأحادية تسير بنفس الاتجاه فيما يتعلق مع الحرس الثوري هذه النبرة يعني يقرأ منها أو يقرأ منها البعض أنها خشية من القيادات الإيرانية وأيضا من ضمنها القائد الحرس الثوري من أن تكون بالفعل هناك قرارات رادعة وقوية كما أشرت لها وهي بالفعل أستاذ بيصل هل هذا السيناريو هو الوحيد الذي تخشى طهران والحرس الثوري؟ إذا لم يكن ذلك سوف يأتي ذلك الالتفاف على العقوبات واستغلال النظام الإيراني خلال السنتين التي مرت بربط علاقات قوية اقتصادية مع الدول الأخرى بحيث أن أصبحت نبرة فرنسا مغايرة بريطانيا مغايرة للجانب البريطاني النقطة الرئيسية والمهمة التي لا بد أن وضعها في الاعتبار ما يحدث الآن هو أن المتحدث باسم البيت الأبيض قالت أن ترام لا ينظر إلى العلاقة مع إيران والوضع الإيراني مع النظام الإيراني على أنه الاتفاق النووي في حسب وإنما السلوك السيء للنظام الإيراني المخرب في المنطقة انتظارنا إلى حتى 15 عشرة وربط ما يقوله ترام بأنه مراجع للاتفاق النووي هذا الأمر سيد فيصل يضعف من مصداقية أو يضعف من منظور بقية الدول فيما يتعلق بترام لا بد من النظر في الحسبان أن الاتفاق النووي أمر وما سوف يفرض على السلوك نهج النظام الإيراني في المنطقة ممثلا في الحرس الثوري وفيلق القدس أمر آخر هذا الأمر سوف يعطي مصداقية أكبر للدول الأخرى كي لا تتحجج بأن الاتفاق النووي ولا بد من الانتزام بالاتفاق النووي نحن نتحدث عن السلوك النظام الإيراني المخرب في المنطقة التي اتفقت عليه جميع الدول من ضمنها الدول 5 زائد 1 بأنه سلوك مخرب إطلاق الصواريخ فرض عقوبات هذا السياق لا بد من وضعه في سياق المنظور أنه ما سوف يقوم بإدارة ترامب هو السلوك المخرب في المنطقة الذي سوف يضر بالدول وليس الاتفاق النووي الذي عليه علامات استفهام كبيرة حتى من قبل فرنسا حتى الرئيس الفرنسي قال لا بد من الجلوس للحديث عن المباحثات لاحقا ما أهمية أو ما إمكانية سيد بليز وهمية إصدار قرار بالفعل رادع يكون بالفعل جاد أمام هذه السياسات الإيرانية دون ربطه بتعقيدات أو تعقيدات الاتفاق النووي وأبعاده الدولية أهمية أيضا أن تكون قرارات مفصولة عن ما تم ضمن الاتفاق النووي نعم أعتقد بأنه من المهم جدا مهما سواء أو أي مكان سيعينه الرئيس ترامب لإعادة تقييم مثلا الاتفاق فإن ما سيحدث بالنسبة لإيران هو الرئيس ترامب ربما سيقول إن الاتفاق النووي سي وسننهي هذا الاتفاق وهذا هي نهاية المطاف إيران ستقول نحن الأخيار هنا وقمنا بكل شيء والتزمنا بالاتفاق إنها الولايات المتحدة التي هي سيئة وليست خيرة ولم تلتزم بهذا الاتفاق الذي وقعت عليه ثم طبعا يقولون للمجتمع الدولي إن الناس الأخيار هنا والأمريكيون هم الأشرار أنا آمل وأؤمن بأن الرئيس ترامب وأن مستشاريه أذكياء بما يكفي حتى لا يستعملوا هذه الفرصة وحتى يستغلوا فرصة الخطاب ليظهروا لماذا لا يمكن الثقة في إيران وعلينا أن نعزل إيران وعلينا احتواؤها طبعا البعض من هذه الأمور يتعلق بالاتفاق النووي نحن نعلم بأنهم أرادوا أن يتلعبوا بالاتفاق من المهم أن نذكر هذا ولكن كل الأسباب التي ذكرها السيد النعيمي مثل الصواريخ الباليستية ودعمهم لنظام الأسد وحزب الله وأيضا هناك تقارير ذكرت الأسبوع بأنهم يستعملون أطفال عراقيين وأفغانا للقتال في سوريا وأيضا كل الأشياء التي يفعلونها في بلدهم إذن أعتقد بأن الرئيس ترامب أيضا سيتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية في إيران إذن لو ذكرنا كل هذه الأسباب لماذا إيران لا يمكن أن تكون جزءا من المجتمع الدولي ولا تستحق ذلك ولماذا ينبغي عزلها وينبغي احتواؤها ولماذا ينبغي أن تكون هناك عقوبات ولماذا نشاطتها التوسعية في العراق وسوريا واليمن ينبغي أن ترقب من كثب يمكننا بعد ذلك أن نبني تحالفا دولي يضعف إيران وبالبدء طبعا بمعاقبة الحارس الثوري من المهم أن نربط بين كل هذه النقاط وأن لا نركز فقط على الاتفاق النووي مهم الربط بين هذه النقاط دون التركيز على الاتفاق النووي لكن بقراءة المؤشرات والمواقف الدولية والإقليمية إلى أي درجة يمكن الحديث بالفعل أن الاستراتيجية الجديدة قد تشمل بالفعل الربط بين هذه النقاط للضغط على النظام الإيراني دون الحديث عن الاتفاق هو طبعا إذا الإعلان سيأتي في 15-10 يرتبط مباشرة وتلقائيا بالاتفاق النووي والمراجعة كل ثلاثة أشهر فإذا وضع الأمر وجاء التصريح في هذا السياق القراءة الخارجية ستأتي أنه مرتبط بالاتفاق النووي نحن نتحدث عن الاتفاق النووي هنا والإدارة الأمريكية حتى الإدارة الأمريكية السابقة في أوباما كانت تعترف أن الاتفاق النووي ليس اتفاق مثالي للوصول إلى حل وسلم في المنطقة وهم كانوا يقولون مباشرة أن بعد 15 سنة سوف تعود إيران كما كان النظام الإيراني لتخصيبه وغيره فإشكاليات الاتفاق النووي موجودة هناك من يحاول أن يختلف فيها يقول أن نريد أن نبقع في الاتفاق النووي لأنه يشكل المصلحة القومية هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي قال أن البقاع على الاتفاق النووي هو من المصالح القومية الأمريكية لكن ترامب قال أنه سيمزق الاتفاق التعقيدات الدولية إلى أي درجة تجعله يعيد حساباته في مثل تلك التصريحات هذا هنا تبقى النقطة إذا كان الحديث فقط عن الاتفاق النووي سوف تكون هناك معارضة حتى من الإدارة الأمريكية ذاتها ما قاله وزير الدفاع الأمريكي ولكن نعود لوزير الدفاع الأمريكي ونقول أنك قلت بلسانك أن إيران تشكل الدعم الأول للإرهاب في المنطقة وأن سلوكها مزعزع في البحرين في اليمن في العراق وسوريا وغيرها إذن هناك خطوات مضرة من قبل النظام الإيراني في المنطقة كيف يمكن ردع هذا الأمر؟ هل يمكن ردعه بالمفاوضات؟ أنا أقول نستعين بتصريح قائد الحرس الثوري جعفري اليوم قال أننا معالجة ملفات مثل الملف النووي والإقليمي وغيرها من الملفات لن تكون على الطاولة وإنما بطرق أخرى هذا تصريح واضح على أن هناك خطوات هي المضرة للمنطقة لكن هناك ضغط أيضا من الكونغرس سيد بليز وباختصار حجم الضغط الذي يمثله الضغط من الجمهوريين في الكونغرس نحو قرارات بالفعل أكثر حدة أمام هذه الممارسات الإيرانية باختصار أعتقد أنه من المهم جدا أن نفهم بأن لو أن الرئيس ترامب أعلن بأنه لن ينزع ثقة في الخامس عشر من أكتوبر فهذا ليس نهاية الاتفاق هذا فقط سيخلق فرصة لأن يمرر الكونغرس ربما العقوبات القديمة التي كانت في الماضي وأن يعيدها مرة أخرى إذا فعل الكونغرس ذلك مرة أخرى فطبعا الاتفاق سينتهي لمحالة لا أعتقد بأن الكونغرس سيقوم بذلك لقد سمعنا سيناتر توم كوتن وهو طبعا معارض كثيرا لإيران قال بأنه لا يعتقد بأن الوقت قد حان لفرض عقوبات الآن إذن الاستراتيجية ينبغي أن تكون الكونغرس مستعد لفرض عقوبات ما لم تغير طبعا معاملتكم أو سلوككم في المنطقة يا إيران إذن علينا أن نحصل على تونازية أكثر من إيران ولكن هل هذا سيكفي؟ أنا لا أعرف ولكن لا أعتقد بأن الكونغرس سيتحرك الآن أختم معك ما إمكانية تغيير أو ما الخطوات الواجبة لتغيير السلوك الإيراني تجاه المنطقة عقوبات سابقة لم تغير من هذه السياسات استمرت حتى تجاربها الصاروخية لتدرك خمسة زائد واحد وغيرها من الدول التي تسعى الآن للنظام الإيراني والمكتسبات الاقتصادية أن تحقيق السلم والاستقرار بهذا النهج السلوكي ما بين الدولة والثورة في النظام الإيراني لن يخدم المصلحة إدارة ترام تركز على السلوك النظام الإيراني في المنطقة وتتحدث عن الاتفاق النووي هنا سوف تكون هناك الحجة قوية بالنسبة لإدارة ترام لأن تكون الدول خمسة زائد واحد وغيرها مدركة لأهمية تحقيق السلم والاستقرار ولن يحدث ذلك سوى بأن تبقى إيران دولة وليس ثورة والثورة هو أدرع الحرص الثوري في المنطقة وسلوكها الذي لن يخدم في نهاية المطاف مصالح هذه الدول التي دائما ما تخاف من الاستثمار في إيران والسبب الثورة وليس الدولة ترجمة الأقوال إلى أفعال حقيقية في ظل الدعم الإقليمي ضد مورسات إيران كيف يمكن أن يترجم؟ على دول خليج أتحدث دول المنطقة أن يكون لديها ملف جاهز لعرض كل انتهاكات الإيرانية في جميع المحافل ولا ننتظر فقط إدارة ترام لا بد أن تكون نحن الدول المتضررة من السلوك الإيراني في المنطقة إذن لا بد أن تكون لدينا خطوات ليس لمعادلة النظام الإيراني وشعب الذين كلها كل احترام وتقدير ولكن للتعامل ما بين دولة ودولة وليس أن يذهب النظام الإيراني إلى أوروبا لكي يظهر وجه الدولة ويأتي للمنطقة ليظهر وجه الثورة ممثل في الحرس الثوري الذي يقول جعفري من جديد أنه لا يريد المفاوضات وإنما سلوك آخر المضر لنا ولا الدول الغربي أشكرك دكتور سلطان نعيمي الخبير في الشؤون الإيرانية شكرا جزيلا لك وشكر بصولي ضيفي من واشنطن بليز ميشتل مدير برنامج الأمن القومي في مركز بيبار تيسان لأسياسات شكرا جزيلا لكم مشاركة هذا الحوار إذن مشاهدين مساء ننتاء وغدا مساء جديد وملفات أخرى نلقاكم على خير